السلام عليكم أحبائي أهلا وسهلا بكم في قناة وصفات لكم أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب فالهالات السوداء هي من المشاكل التي يعاني منها العديد من الناس لأنها تعطي مظهر غير جيد تحت العينين وهذا المشكل يوجد لدى العديد من الفئات العمرية بغض النظر عن الجنس نتيجة لعدة أسباب وفي كثير من الأحيان تتسبب هذه المشكلة في فقدان أتقى بالنفس أي الأمر الذي يسبب القلق الدائم كذلك تتعدى الطرق علاج الهالات السوداء بين تلك المستحضرات الطبية التي تتوفر في الصيدليات وبين الأخرى التي تتوفر في المنازل أي الطبيعية ولكن الأغلبية يفضلون استخدام العلاجات المنزلية أي الوصفات الطبيعية كونها آمنة وأقل تكلفة من المستحضرات الطبية إذن أحبائي قبل ما نمر للوصفة أتمنى منكم إن كنتم أول مرة تزورون قناتي لا تنسوا الاشتراك وذلك بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا فور نزولها ولكم مني أحبائي جزيل الشكر لذلك اليوم أحببت أن أتشارك معكم وصفة هي فعالة ستساعدكم في التخلص من هذا المشكل وكذلك من الهالات السوداء وأيضا بالمدومة عليها ستختفي ولكي تحصل أيضا على بشرة موحدة وبدون هالات إذن لعمل هذه الوصفة سنحتاج هنا إلى الزبادي أي الياغورت بدون نكهة وبدون سكر هذا المكون يحتوي على حمض اللكتيك الذي يعمل على تبييض البشرة وتفتيحها كما أنه كذلك يهدئ البشرة الملتهبة ويرطب أيضا ويناعم البشرة هو جد فعال للبشرة الحساسة وكذلك سوف نحتاج إلى الحليب فهو أيضا يخفف من الهالات السوداء والانتفاخات التي تكون تحت العين وكذلك سوف نحتاج أيضا إلى الخيار لأنه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والأملاح المعدنية التي تساعد في تفتيح البشرة واستعادة لونها يعني هو الخيار يعطي نظارة مشرقة للبشرة إذن أحبائي هنا بعدما تعرفنا على مكونات هذه الوصفة السحرية لعلاج الهالات السوداء والانتفاخات التي تكون أسفل العينين نمر الآن على بركة الله إلى الطريقة إذن كما قلت سنحتاج هنا إلى الحليب وكذلك الزبادي وأيضا إلى عصير الخيار إذن لدينا هنا مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي بدون سكر وبدون نكهة طبيعي 100% ثم نضيف إليه كذلك مقدار نصف ملعقة صغيرة من عصير الخيار ثم نضيف نفس المقدار نصف ملعقة صغيرة من الحليب ونمزج هذه المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس بعد ذلك نقوم بتطبيقها على منطقة تحت العينين أي المنطقة التي بها الهالات السوداء وكذلك يمكنكم تطبيق هذه الوصفة على كامل الوجه للحصول على لون موحد ثم بعدها نطرقها لمدة نصف ساعة تقريبا وبعد ذلك نقوم بالشطف المنطقة أو الوجه بالكامل ويفضل دائما في الأخير ترطيب المنطقة بزيت اللوز الحلو فهذا الماسك أو هذه الوصفة توضع قبل النوم فهي جد رائعة في تخفيف البقع السوداء كذلك تطبق هذه الوصفة يوميا للحصول على نتائج في أسرع وقت لذا استمروا عليها حتى تحصلوا على النتائج المرغوبة إذن كما رأيتم هي وصفة سهلة وبمكونات جد بسيطة أتمنى إن شاء الله أن تنال إعجابكم وأتمنى منكم أيضا إذا أعجبتكم الوصفة لا تنسوا وضع لايك للفيديو وأيضا مشاركته مع الأصدقاء لتعم الفائدة ودمتم في أمان الله